موسيقى اهلا بكل يشوفوني وتابعوني يا رب تكونوا كلكم بخير واهلا بكل الناس الجديدة اللي لسه بتشوفني الاول مرة ياريت لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتابعوني وتفعالوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد النهاردة معاي فكرة حلوة جدا او دفتر ملاحظات الفيديو ده بالاخص للبنات الصغيرين هيعجبهم ان شاء الله سهل و هيعرفوا يعملوه ده انا كنت عاملا بالجوخ كله بس النهاردة فكرت غيرت الفكرة شوية وهعمل بلورق عشان برضو نقدر نستفاد منه فتابعوني تباية الفيديو عشان نشوف بيتعامل ازاي الادوات اللي هنحكاجه عشان نعمل النوت بوك ده اول حاجة قماش جوخ ده عشان نعمل بيل غلاف ممكن تستفدلوه باي حاجة متوفرة عندكم وهو قماش الجوخ ده زي قماش كده بيتباع برضو في المكتبات او في محلات القماش و معانا ورق ابيض ومدالية ومقص والبين سفعة الاكسسورات وغلو او ثمر ومسدس شامر ولالله بنا نبدأ اول خطوة معانا هنجيب الورق اللي هو المربع ده الورق الابيض مربع ممكن تستخدموا اي ورق متوفر عندكم الأماكن وهانثنين كده مصيد هنجيب كل 4 ورات هنثنهم كده مصيد انا تانية حبة قبل الفيديو احنا نتحبه قبل الفيديو فهننضون كده على بعد على حسب من انتم عاديدونها كبيرة او صغيرة تعملوا كده وبعدين نتغص بالمقص موسيقى موسيقى كده انا لزقت الورق كله مع بعض وحطت برضو سامغة من هنا عشان يمسكولي كويس وبقى جاهز عندي ان انا اغلفه دلوقتي هنجيب الورق اللي احنا عملناه على قمش الجوب كده ونحطه كده موسيقى 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 كده جهز معنا النوز بوك بالشكل ده نقدر نكتب فيه اي حاجة باللوتي بقى احنا هنعمل الحاجة اللي هي تيفيله او الدكورات بتاعته من بره طبعا انتم كنتم تعملوا اي شكل انتم عايزينه بس انا هعمل حاجة بسيطة هعمل زي هنا وردة كده نرسم وردة عادي بسوا بعد موسطة الوردة بشكل ده نبتدين نزع بقى الحاجات كلها موسيقى وهنجيب اللازق ده او هو السكوتش ده ممكن تجيبه برضه اي حاجة تانية ممكن تنفع موسيقى 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 بقى معنا بشكل ده ممكن نركبه في مداليا يبقى زي كده وممكن نخليه كده اواريكم ازاي هنركبها موسيقى 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 فكرة سهلة و بسيطة و يارب تكون عجبتكو لو عجبتكو قولولي تحت في التعليقات و هفتنى قراءكو تحت واكتراحاتكو و اي حاجة انتو عايزينها قولولي ان شاء الله و انا هعملها و كل سنواتو طيامة اشتركوا في القناة